أهلاً بالجمهور الكريم في الحلقة الماضية تحدثنا عن قريش وباختصار شديد قلنا قريش لم تكن قبيلة ولد فيها الرسول كما هو شائع وإنما تجمع ديني من أجل القيام بالتجارة ومناسك الحج لبيت الله مرتين في السنة مرة في الشتاء لطلب المطر والثانية في الصيف لتقدمة القرابين والدبائح شكراً لرب البيت الحرام على موسم السنة من محاصيل فلاحية وتجارية في هذه الحلقة نرد على بعض التعليقات وصلتنا من المشاهدين الكرام فتحية لهؤلاء وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور أحمد حمدان فيما يتعلق بكلمة قريش في رواية نقلها الأستاذ الفونسو من جانا عن تعليم اللاهوتي السورياني مار نارساي في القرن الخامس الميلادي تتحدث هذه الرواية عن هجوم أبناء هاجر على شمال العراق بيت عرباية في تلك الحقبة تقول الرواية كانت غارة أبناء هاجر أكثر قسوة حتى من المجاعة وتكمل ولا سيما شعب قريش الذين هم مثل الحيوانات إلى آخره كما قلنا في الحلقة الماضية كلمة قريش في الأصل اللغة الأرامية قريشة معناها سقيفة وهي توافق سياق الصورة فيما يخص الإشارة إلى بيت الله فالنصب حسب ألفونسو منغانا فعلا يفيد وجود قريش كفرع من أبناء هاجر لكن الإشكالية هي وجودهم في منطقة جغرافية بعيدة كل البعد عن مكة فالرواية تفيد أن هؤلاء القوم يعيشون على أرض العراق فهل مكة وأهل قريش كانوا في العراق ولم يأتوا من جنوب أرض الحجاز التي تبعد عن شمال العراق بين قوسين بيت عرباية لكفي كتاب المدن والمواقع في العراق بأكثر من 1500 كيلومتر إذن الرواية تتحدث عن جغرافية مختلفة تماما عن جغرافية الرواية الإسلامية هناك كذلك نقشا سبائيا تحت رقم جي أ 931 يوجد بمنطقة العقلة محافظة شبوة بالعاصمة حضر موت في اليمن يرجع تاريخه لعهد الملك إيل عزليط في القرن الثالث عفوا الميلادي يعني سنة 270 ميلادية يذكر هذا النقش مجموعة أسماء الوفود التي جاءت لتهنئ هذا الملك بمناسبة تتويجه ملكا على حضر موت ومن بين الوفود المهنئة وفد من تدمر سوريا ومن الكلدانيين من العراق ووفد من الهند وكذلك وفد من النساء العربيات من قريش فيقول الأب البيرت جان إنهن قريشيات متأثرا طبعا بالرواية الإسلامية وليس هناك دليل على كون هؤلاء النسوة من قبيلة قريش المذكورة في الرواية الإسلامية خاصة لما نعرف أن هذه الوفود كلها جاءت من مناطق طريق البخور واللبان والمر والتوابل فالطريق تبدأ من حضر موت في اتجاه مأرب ثم تتجه نحو نجران إلى يترب فتمر بالقرب من الطائف من الناحية الشرقية وبالتالي مكة إذا سلمنا بوجودها قبل الإسلام فلا توجد على هذه الطريق بل بعيدة عنها بمسيرة ثلاث أيام تقريبا لأن الجمال تسير لمسافة خمسين كيلومتر في اليوم تقريبا ومكة من المفترض أنها أم القرى بمعنى مدينة معروفة في التاريخ ويحج لها العديد من التجار العرب وغيرهم من أجل التسوق لكن كل هذا لا يوجد أي دليل أتري ماد على وجوده يعود لما قبل القرن الثامن الميلادي ونحن نستغرب كيف تكون مدينة أو تكون مكة أم القرى ولا وجود لأطر يذكر أضف إلى أن تجار البخور عبر القوافل تقلصت بشكل حاد في القرن السادس الميلادي ولم تعد مربحة فنقل البضائع عبر البحر الأحمر كانت أقل تكلفة بكثير من تكلفة القوافل المحفوفة بالمخاطر بالإضافة لوجود مدن على الساحل كعدن ومخاء وبرنيس وهو ميناء مصري قديم على البحر الأحمر وميسي هورموس وهو كذلك ميناء مصري قديم ثم نهاية الرحلة البحرية في ميناء العقبة في الأردن ثم تبدأ طريق البرية نحو البطراء ومنها تفترق الطرق القوافل لتتجه نحو غزة وأخرى نحو دمشق عبر بصر الشام والسجل البحري رحماني أو الرحمانية كدليل ملاحة يشهد على هذه الطريق البحرية فالطريق البري والبحري يلتقيان في مدينة العقبة بالأردن هناك بعض المراجع الإسلامية تقول بوجود طريق القوافل بين يترب ومكة وهذا الطرح لا يعزز أي أطار ملموس يعود لما قبل القرن الثام الميلادي كذلك تقول بعض المراجع بوجود طريق من مأرب إلى مكة ثم منها إلى يترب وهذا الطرح كذلك لا يستند على وطائق قبل القرن الثامن الميلادي تؤكد وجوده لم تكن هناك شبكة طرق متعددة في تلك العصور كما يمكننا أن نتخيل لأن أبراج الحراسة وأماكن استراحة والتزود بالماء والزاد كانت قليلة والتكلفة كانت باهدة والمخاطر متنوعة من قطاع الطرق وعواصف وغيرها تقول الرواية الإسلامية بأن مكة بناها إبراهيم الخليل بمساعدة ابنه إسماعيل فلو حصل هذه الرواية لكان اليهود ولا المسيحيين يحجون إليها ويعتبرونها مكانا مقدسا المدن الأتري القديمة دائما تحمل بصمات قوية من خلال آثار الموجودة فيها كالأسوار والمعابد والفسيفساء لو أخذنا على سبيل المثال مدينة مدينة كتدمر أو دمشق أو البطراء نلاحظ وجود هذه الآثار بوضوح حتى بعد مرور آلاف السنين لكن لا نجد أي آثار يذكر في مكة أم القرى يعود لما قبل القرن التام الميلادي أليس هذا غريب؟ سؤال نطرحه على هيئة الآثار السعودية ونطلب من السلطات السعودية أن تكشف لنا النقاب عن المستور من التاريخ مكة قبل الإسلام ليطمئن قلب المؤمن المسلم ويزداد إيمانا بعقيدته وموروته الديني نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في الحلقة المهمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر